أهالي سيناء وهم جزء مهم جداً وشريك أساسي في التنمية ومكافحة الإرهاب في أرض الفيروز ودايماً شيوخ وقبائل سيناء بيكونوا داعمين للدولة المصرية وللقيادة السياسية إمبارح اتحاد القبائل العربية داشن مؤتمره الأول في سيناء بحضور عدد كبير من شيوخ القبائل العربية من أنحاء الجمهورية وكمان كان موجود سياسيين وإعلاميين ورياضيين وعدد كبير كمان من الشخصيات العامة طبعاً مهم جداً يا شازلي أن نفهم كل حدث بيحصل هو بيحصل له يمكن تتشين اتحاد القبائل العربية جاء من منطلق المسئولية الوطنية والاجتماعية لما شيخ سيناء ونتيجة أيضاً لوعيهم وإدركهم بالتحديات اللي بتواجه الوطن على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية وتأكيداً على الدور الوطني اللي بتلعبه القبائل والعائلات المصرية في مسيرة الوطن وفي دعم مؤسساته طبعاً ما فيش شك أنه الهدف الأساسي من تأسيس هذا الاتحاد هو خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية وتوحيد وإدماج الكينات القبلية في إطار واحد وده دعماً لثوابت الدولة الوطنية والحفاظ عليها خصوصاً أنه محدش يقدر ينسى الدور التاريخي والوطني لأهالي سيناء في وقوفهم خلف القوات المسلحة لتحرير سيناء وأيضاً تطهرها من الإرهاب والأفكار المتطرفة والحقيقة أنه عطاء أبناء سيناء مستمر من خلال تدشين هذا الاتحاد اتحاد القبائل العربية في مؤتمره الأول زي ما قلت لحضراتكم والحقيقة أنه يمكن تبعنا وجود العديد من القبائل في إطار وطني بيدعم ثوابة الدولة وبيدعم مؤسساتها المختلفة كالعادة مرة تانية بنصبح لحضراتكم جميعاً صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر